إذا والله 2% هذه أصلاً مرتبطة بالقرض صعوداً ونزولاً لا هذا ما يجوز يعني والله 2% على القرض الذي مليون يأخذون مثلاً مبلغ وعلى المئة ألف يأخذون مبلغ يربطون العمولة بقيمة المبلغ هذا لا يجوز هذا نوع من أنواع الربع أما إذا كانت العمولة هذه أو ما يسمى بالرسوم الإدارية رسوم الخدمات هذه ثابتة يعني مثلاً عشرة آلاف أو خمسة آلاف هذا ما فيها شيء لأنه طبيعي لأن المصرف عنده موظفين وعنده أجهزة وعنده أمور استهلاكية وشيء من هذا القبيل بارك الله فيك